بسم الله والحمد لله والسلطة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير يا معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة يا شبابي هنذكر مع بعض الفصل التاسع من الجزء الأول من قصة الأيام من طاح سين للسنوية العامة لو انت جديد في القناة بسلساش تعمل اشتراك وتعمل لايك ولو انت قديم في القناة خليك ايه خليك مشترك وعمل لايك صلي بيننا عن النبي عليه الصلاة والسلام الفصل التاسع اسمه سهام القدر سهام القدر بيتكلم فيه عن مأساة بيتكلم عن اتنين مأساة مش مأساة واحدة المأساة الاولى مأساة اخته الصغيرة اللي هتموت والمأساة التانية مأساة اخوه الكبير اللي هيموت طاحسن بيقول وكذلك اتصلت ايامه الصبي بين البيت والكتاب والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالس العلماء وحلقات الذكر لا هي بالحلوة ولا هي بالمر ولكنها تحلو حينا وتمر حينا وتمضي فيما بين ذلك فاترة سخيفة يعني الايام بتاعته كانت عادية كان بيتنقل ما بين البيت والكتاب والمحكمة والمسجد وبيت المفتش ومجالسه ومجالس العلماء وحلقات الذكر كان عايش الحياة الطبيعية العادية لا هي بالحلوة ولا هي بالمر كانت ايام عادية بيقول حتى كان اليوم من الايام زرق الصبي فيه الالم حقا وعرف منذ ذلك ان تلك الالام التي كان يشقى بها ويكره من اجل الحياة لم تكن شيئا وان الدهرق قادر على ان يؤلم الناس ويؤذيهم ويحبب عليهم الحياة ويهون من امرها على نفوسهم في وقت واحد يعني فيه يوم الايام جاء ليه اليوم ده عارف فيه طعم الالم عارف فين معنى الحقيقي للالم وعارف فين كل حاجة كان بيتضيق عشانها ايام زمان كانت حاجة تفهى كانت حاجة سخيفة بالنسبة للالم اللي هو شافه دلوقتي ايه هو الالم ده هنعرفه دلوقتي بيقول كانت للصبي اخت هي صغرى ابناء الاسرة كان عنده اخت صغيرة وكانت اصغر واحدة في العيلة كانت في الرابعة من عمرها كانت خفيفة الروح طلقت الوجه فصيحة اللسان كانت لهوة الاسرة كلها كانت تخلق الى نفسها ساعات طوالا في لهو وعبث تجلس الى الحائط فتتحدث اليه كما تتحدث امها الى زائرتها وتبعث في كل اللعب التي كانت بين يديها روحا قوية because it's hard with a girl like she should have two проводing Syrian زي بقيت الاطفال كانت تبصل للحيطة وكانت بتحط اللعبة تعدها قدامها وتاتهم كل ما بتسمي كل اللعبة وكانت بتتكلم مع اللعبة وتاتهم مع زي ما امها تتكلم كانت بتقلد والدتها فهذه اللعب عمراءة وهذه اللعب فتاة يعني كانت ابنت زي ايه زي بقيت الاطفال كانت بتلعب مع ايه مع الألعاب وهذه اللعبة فتاة والطفل وتبين هؤلاء للاشخاص جميعاً تذهب وتجيقه وتصلوا بينها الاحاديث وكانت الأسرة كلها تجد لذة قوية في استماع إلى هذه الأحاديث والنظر إلى هذه الألوان من اللعب دون أن ترى الطفلة أو تسمع أو تحس أن أحدا يرقبها يعني الأسرة كلها كانت بتحب تتفرج على البنت الصغيرة واختهم الصغيرة وهي تلعب من غير ما حد ياخد باله عشان ما تاخدش بالها لحد إن حد شايفها فما هي إلا أن أقبلت بوايد العيد الأطحى في سنة من السنين وأخذت أم الصبية تستعد لهذا العيد تهيئ له الدارة وتعد له الخبزة وألوان الفطير عيد الأطحى قرب فقبل العيد طبعا الناس ايه بتجهز البيت بينفضوا البيت بقى ويغسلوا البيت وكلام ده كل الأمة بتعملية تستعد لهذا العيد تهيئ له الدار بتجهز البيت وتعد له الخبزة وألوان الفطير بتجهز بقى الخبز والفطير وكلام ده كله بتاع عيد بتاع العيد وأخذ أخوة الصبية يستعدونا لهذا العيد بيعملوا إيه بقى يختلفوا كبارهم إلى الخياط حيناً وإلى الحزاء حيناً آخر كل واحد بقى بيروح يشتري هدوم جديدة بيصلح هدومه الأديمة ويله صغارهم بهذه الحركة الطريقة على الدارة العيد الصغيرة بتحب ايه تحب التجديد ده في البيت طاح سينبا كبير ما ليه بيقول فينظروا صبيونة إلى أولئك وهؤلاء في شيء ما فلسفة دي كان قد تعوده كان ليه فلسفة خاصة لنظام لوحده كبير ما ليه فلم يكن في حاجة إلى أن يختلف إلى خياط أو حزاء مش لازم يروح للخياط أو الحزاء كبير ما ليه وما كان ميالاً إلى الله بمثل هذه الحركات الطريقة أم كانش بيلعب مع العائلة الصغيرة أم كان بيعمل ايه وإنما كان يخلو إلى نفسه ويعيش في عالم من الخيار يستمده من هذه القصص والكتب المختلفة التي كان يقرأها فيسرف في قراءتها يعني كان بيحب يقعد لوحده ويعود يقرأ يقرأ الكتب والقصص هتقولي ازاي بيعود الكتب والقصص ساعتها هو كان أعمى أيه هو كان أعمى ساعتها بس ابن خلته كان بيقراله دايماً طاح سين كان بيخلي حد يقراله أخوه الصغير كان بيخلي أي حد مااخده الصغيرين كان بيخلي من الخالته يعود يقرأ له الكتب يقرأ له القصص يوا يا بأ طاح سين كان بيعمل ايه كان بيحب يقعد لوحده كانت هي دي الفلسافة بتاعته هو دا النظام بتاعه دلوقتي بقى تحصل المصيبة ايه ها المصيبة الاخت الصغيرة دي هتتصاب الاخت الصغيرة هتتصاب بمرض المرض ده لازم تروح فيه للدكتور لكن عادات اهل الريف بتمنعه من هم يروحوا للدكتور. عادات اهل الريف بتمنعه من هم يروحوا للدكتور. الام مش هتوديها للدكتور. ساعتها كانوا بيخجلوا. كانوا بيستعروا ان هم يروحوا للدكتور. فهيعالجوب الطريقة ايه? هيعالجوب الطريقة الشعبية. وخالي بلاك ان طاح حسين نفس الكلام يتعالج بنفس الطريقة دي. طاح حسين هو صغير كان عنده الرمض. فبدل ما يدوله للدكتور وقد دوله للحلاق وحط اطرة في والقطر دي خليته يتعامي يبقى خلي بالك الفلسفة الآثمة أو النظام الآثم الفاسد اللي كان عندهم في الريف هو دا لها يموت الطفلة الصغيرة وهو دا اللي عمتها حسين أقبلت بوادر هذا العيد وأصبحت الطفلة ذات يوم في شيء من الفتور والهمود بدأت إيه يظهر عليها أعراض مرض لم يكد التفت إليه أحد محدش أخذ إيه أخذ باله والأطفال في القرى ومدر الأقاليم معرضون لهذا النوع مع الإهمال ولا سيما إذا كانت الأسرة كثيرة العدد الأطفال أصلا في القرى وفي الريف دايما بيتعرضوا للإهمال خصوصا لو الأسرة كبيرة زيطا حسين الأسرة كبيرة جدا وربة البيت كثيرة العمل ولنساء القرى ومدر الأقاليم فلسفة آثمة وعلم ليس أقل منها إثما يشكو الطفل وقل ما تعنى به أمه وأي طفل لا يشكو إنما هو يوم وليلة ثم يفيق ويبل يعني الكلام دا يعني هو لأي عيل صغير لازم بيتعب هو يوم واثنين وهيروح كأنه دور برد عادي يعني أم بتاع تهبل إن أي تعب ييجي لعيالها دا إيه دا تعب عادي هو يوم وليلة وإلا هيحصل ويخف بكرة يخف إن شاء الله مش حوار يعني فإن عنيت به أمه فهي تزدري الطبيب أو تجهله وهي تعتمد على هذا العلم الآسم علم النساء وأشباه النساء يعني أمه هتلجأ لعادات إيه عادات أهل الريف بدل ما تدي الدكتور هتلجأ لعادات أهل الريف بيقولوا على هذا النحوي فقد صبيون عينيه أصابه الرمد فأهمل أياما ثم دعي الحلاق وفعلاجه علاجا ذهب بعينه طا حسين اتعام بسبب إيه بسبب الحلاق بسبب الفلسفة الآسمة بسبب الجهل بتاع الريف وعلى هذا النحوي فقدت هذه الطفلة الحياة ظلت فاترة هامدة محمومة يعني كان عندها عندها حمى سخنية يوما ويوما ويوما وهي ملقاة على فراشها في ناحية من واحد دار تعنى بها أمها أو أختها من حين إلى حين بيهتم بها من حين إيه من حين إلى حين تدفع إليه شيء ما الغذاء الله يعلم أكان جيدا أم رديئا بتديها أكل متعرفش الأكل ده أصلا كويس ولا وحش والحركة متشرة في البيت يهيأ والخبز والفطير في ناحية متنظف المنظرة وحجرة الاستقبال في ناحية الأخرى يعني الناس كلها حياتها طبيعية ده هي إيه ده مجرد تعب يوم ولو يومين وفي الآخر إيه في الآخر هتخف إيه اللي حصل بها حتى إذا كان عصر اليوم الرابع لحد اليوم الرابع كانت تعبا ووقف هذا كله فجأة ووقف وعرفت أم الصبي أن شبحا مخيفا أن شبحا مخيفا يحلق على هذه الدار يعني إيه الشبح المخيف شبح الموت الموت هيبدأ يدخل الدار بتاعت إيه بتاعت طه حسين ولم يكن الموت قد دخل هذه الدار من قبل لم يكن حد بكده مات في البدة لم تكن هذه الأم الحنون قد زاقت لزع الألم الصحيح كانت في عملها وإذا الطفلة تتصيح صياحا منكرا الطفلة صوتت سلخت فتدعو أمها كل شيء تسرع إليها والصياحو يتصل ويزداد فتدعو أخوات الطفلتي كل شيء ويسرعن إليها يعني دلوقتي الطفلة لما سلخت كل الناس سابت إيه سابت اللي في إيديها وتجت إيه تجت للطفلة والصياحو يتصل ويشتد والطفلة تتلوى وتطلب بين زراع أمها فيدعو الشيخ وأصحابه ويسرع إليه حتى أبوه ساب صحابه ورح يبص عليه ويبص على البنت الصغيرة والصياحو يتصل ويشتد والطفلة ترتعد ارتعادا منكرا ويتقبض وجهها ويتصبب العرق عليه إيه اللي حصل ساعتها بقى فأما الشيخ فقد أخذه الضعف الذي يأخذ الرجال في مثل هذه الحال فينصرف مهمهما بصلوات وآيات ما القرآن يتوسل بها إلى الله أصابه الضعف الذي يصيب الرجال في هذه الأوقات ساعتها قعد يدعي ربنا ويقرأ إيه يقرأ قرآن بيدعي للفتاة الصغيرة يدعي رب إيه رب يشفيها وأما الشبان والصبيان فيتسللون في شيء من الوجوم لا يكادون ينسون ما كانوا فيهم الله وحديث ولا يكادون يستأنفونه يعني دلوقتي العائل الصغيرة الشباب بقيت إيه بقيت الأسرة كله مش عارف يعمل إيه يأم يكملوا اللعب اللي كانوا فيه مش عارفين يكملوا اللعب اللي كانوا فيه ولا إيه ولا يعودوا يبصوا عليها كل واحد مش عارف يعمل إيه هم كذلك حيارة هم كذلك حيارة في الدار وأمهم جالسة واجمة تحدق في ابنتها وتسقيها ألوانا من الدواء لا أعرف ما هي عما تديها برضو أدوية من غير ما تسأل الطبيب والصياح متصل مشتد بيقول ما كنت أحسب أنه في الأطفال ولما يتجاوز الرابعة قوة تعدل هذه القوة وتأتي ساعة العشاء وقد مدت المائدة مدتها كبرى أخواتي الصبي يعني دلوقتي جاء وقت إيه وقت العشاء هل حد هيكل طبعا فيش حد إيه فيش حد هيكل فلا تمد يد إلى الطعام وإنما يتفرقون جميعا وترفع المائدة كما مدت محدش أكل محدش نفسي يأكل وأمها تحدق فيها حينا وتبسط يدها إلى السماء حينا آخر وقد كشفت عن رأسها وما كان من عادتها أن تفعل ذلك يعني أمها ساعتها قاعد تدعي بقوة قاعد تدعي بكل قوتها ولكن أبواب السماء كانت قد أغلقت في ذلك اليوم كلمة دي مؤثرة جدا ولكن أبواب السماء كانت قد أغلقت في ذلك اليوم فقد سبق القضاء بما لابد منه فيستطيع الشيخ أن يتلو القرآن وتستطيع هذه الأم أن تتضرع يعني دوقات التضرع والدعاء بتاعهم مش هيعمل حاجة عشان هما ما أخدوش بالأسباب هما أصلا ما أخدوش بالأسباب عشان الطفلة تنجو ومن غريب الأمر أن أحدا من هؤلاء الناس جميعا لم يفكر في الطبيب غريبة أو أن ما فيش حد فكر في الدكتور وتقدم الليل وأخذ صياحة الفتاة يهدأ وأخذ صوتها يخفت وأخذ اضطرابها يخف وخيل إلى هذه الأم التعسى أن الله قد إيه أن الله قد سمع لها ولزوجها لأن أفتكرت خلاص أن ربنا استجاب إيه دعاهم وأن قد أخذت الأزمة تنحل وفي الحق أن الأزمة كانت قد أخذت تنحل فعلا الأزمة تنحل إلا يحصل بقى الفتاة هتموت وأن الله كان قد رأف بهذه الطفلة ربنا رحمها وأن خفوت الصوت وهدوء هذا الاضطراب كان آيتي هذه الرأفة تنظر الأم إلى ابنتها فيخيل إليها أنها ستنام تحسبها تنام بقى خلاص ثم تنظر في إذا هدوء متصل لا صوت ولا حركة وإنما هو نفس خفيف شديد الخفة يتردد بين شفتين مفتحتين قليلا ثم ينقطع هذا النفس وإذا الطفلة قد فارقت الحياة ماذا كانت علتها كيف ذهبت بحياتها هذه العلة الله وحده يعلم هذا محدش يعرف سبب إيه سبب الوفاة لكن طبعا إيه الإهمال هو السبب الرئيسي من عرش المرض إيه لكن الإهمال هو إيه هو اللي أدى الكل ده وهنا يرتفع الصياح آخر ويتصل ويشتد من دوقتها يصرخ بها الأم هي إيه الأم هي هتصرخ طبعا الأم عادي تصوت وتقطع دمها وتلطب خبها والكلام ده كل وإذا الجارات والجيران قد سمعوا هذا الصياحة فأقبلوا مسرعين فأما الشيخ فينصرفوا إلى الرجال يتقبلوا عزاءهم في قوة وجلد الشيخ راح إيه راح الرجالة وأخذ العزة وأما الشبان والصبيان فيتفرقون في الدار قد قصت قلوب بعضهم فنام ورقت قلوب بعضهم فسهر يعني الكلام ده يعني بعض الشباب ناموا خلص الأزمة خلصت وراحوا ناموا وبعضهم أي فضل قاعد سهران حزين وما أشد نكر هذه الساعة التي أقبل فيها بعض الناس واحتملوا الطفلة ومضوا بها إلى حيث لا تعود راحوا يرحوا يدفنوها كانت ذلك اليوم يوم الأضحى دفنوها يوم أيه يوم الأضحى وكانت الدار قد هيأت للعيد وكانت الأضاحي قد أعدت فيا له من يوم ويا لها من أضاحي ويا نكرها من ساعة حين عاد الشيخ إلى داره مع الظهر وقد وارى ابنته في التراب بعدها طاح حسين بيقول لنا منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصل يعني العلاقات بين الحزن وبين هذه الأسرة يعني دلوقتي الموت هيبدأ يكرر كتير في العيلة عندهم إلا هيحصل منها يموت رقم واحد أبو الشيخ هيموت الشيخ دل هو إلي هو أبو طاح حسين أبوه بقى يموت يعني أبو الشيخ هيموت ومن ثاني هيموت أم والد طاح حسين وأم طاح حسين أمها إيه أمها هتموت أم طاح حسين أمها هتموت حتى فقد الشيخ أباه الهرم العجوز وألم يقفوا بعضه بعضا منه اللازع ومنه الهادئ يعني دلوقتي إيه العيلة كلها بقى إيه بقى فيها موت الناس كتير بقت تموت هل هي دي النهاية لأ لسه في إيه لسه في حتى نهاية يموت له أخو الكبير حتى كان هذا اليوم المنكر الذي لم تعرف الأسرة يوما مثله كان يوم أصعب من اليوم اللي قبليه والذي طبع حياتها بطابع ما الحزن والذي بيض له شعر الأبوين جميعا يعني شعرهم بيض من أثر إيه من أثر اليوم ده والذي قضى على هذه الأم أن تلبس السوادة إلى آخر أيامها أمه من ساعتها لبسة لبسة لسود وأن لا تزوق للفرح طعما ولا تضحك إلا بكت إثر ضحكها يعني أول ما تضحك شوية لازم إيه لازم بعدها طاية ولا تنام حتى تريق بعض الدموع يعني كل يوم لازم إيه لازم تبكي ولا تفيق من نومها حتى تريق دموعا أخرى ولا تطع مفاكهة حتى تطعم منها الفقراء أو الصبيان لازم كل شوية لما تيجي تاكل أكل تطلع منه للفقراء أو المساكين بنية إيه بنية الفتى اللي هيموت بنية ابنها اللي هيموت ولا تبتسم لعيد ولا تستقبل يوم سرور إلا وهي كارهة راغمة إيه اللي هيحصل هنعرف دلوقتي كان هذا اليوم إيه هو بقى اليوم المنكر ده يوم 21 أغسطس ركز يوم 21 أغسطس سنة 1902 ده اليوم اللي إيه اللي توفى فيه أخو طاح سين وكان الصيفه منكرا في هذه السنة إيه اللي حصل كان فيه وباء ساعتها ضرب مصر كان فيه وباء ساعتها منتشر في العالم هو وباء الكوليرة عامل زي كورونا دلوقتي كده كان فيه وباء وباء الكوليرة دخل مصر وقتل إيه وقتل الناس كتير زي كورونا دلوقتي ناس كتير اتصابت ونس كتير إيه ناس كتير ماتت كان وباء الكوليرة قد هبط إلى مصر ففتك بإهلافات كاند زريعا قتل ناس كتيرا دمر مدنا وقرى ومحى أسرا كاملة وكان سيدنا قد أكثر من الحجب وكتابة المخلفات يعني سيدنا ساعتها كان بيعمل الحجاب اللي هو التعويز والحاجات اللي كان بيعملوها في الريف حشان بيعتقدوا نائم ناها تحميهم من الأمراض وكانت المدارس والكتاتيب قد أقفلت ساعتها يوقفوا الدراسة وكان الأطباء ورس المصلحة الصحة قد انبثوا في الأرض ومعهم أدواتهم وخيامهم يحجزون فيها المرضى عملوا غرف عزل صحي الأطباء انتشروا وانتشروا في البلد وكان الهلع قد ملأ النفس واستأثر بالقلوب الناس كلها كانت خايفة وكانت كل أسرة تتحدث بما أصاب الأسر الأخرى يعني الناس كلها كل يوم تقول شفت أن أرضا كان فيه كم حالة شفت مين مات شفت مين تصاب وكانت أم الصبي في هلع المستمر وكانت تسأل نفسها ألف مرة في كل يوم بمن تنزل النازلة من أبنائها وبناتها كل يوم الأم كانت خايفة وبتفكر يا ترى مين هيموت يا ترى مين هيموت السابر وابق بعدها طاع سن بيوصف أخوه الكبير بيوصف أخوه كبير كان عنده 18 سنة وكان لها ابن في الثامنة عشرة جميل المنظر رائع طلع نجيب زكي القلب وكان أنجب الأسرة وأذكاها وأرقها قلبا وأصفها طبعا وأبرها بأمه وأرقفها بأبيه وأرفقها بصغار إخوته وأخواته وكان مبتهجا دائما وكان قد ظفر بشهادة البكالوريا يعني كان أخذ السنوية البكالوريا دي زي شهادة السنوية دلوقتي يعني كان أحسن واحد في أخواته كان أحسن واحد في أخواته وكان أرقوم طبعا كان ألطف واحد بيعامل أبوه بيحترام بيعامل أمه بيحترام وبيعامل أخواته كمان إيه بيحترام وانتسب إلى مدازة الطب وأخذ ينتظر آخر الصيف اللي يذهب إلى القاهرة يعني كانه دخل إيه كلية الطب وكان خلاص إيه في الصيف هيروح القاهرة عشان يدرس هناك فلما كان هذا الوباء اتصل بطبيب المدينة وأخذ يرافقه ويقول إنه يتمرن على صناعته حتى كان يوم 20 أغسطس يعني كان بيتصل بطبيب المدينة وكان بينزل مع طبيب المدينة كنوع إيه كنوع من التدريب عشان هو كده هيروح إيه هيروح كلية الطب فكان بيتدرب إيه اللي حصل يوم 20 أغسطس ده اليوم اللي قبل إيه قبل الوفاء اليوم اللي قبل الوفاء يوتف يوم واحد عشان أغسطس يوم 20 بقى إيه اللي حصل أقبل الشاب وآخر اليوم كعادته باسما فلطف أمه ودعبها وهدأ من روعيها قاعد الكلم مع أمه شوية وقالها إيه لم تصب المدينة اليوم بأكثر من 20 إصابة نرده كان فيه 20 حالة بس وقد أخذت وطأة الوفاء تخف الوفاء الحمد لله بدأ إيه بدأ يخف لكن مش كأنه ظهرت عليه ظهرت عليه أعراض لكنه مع ذلك شك بعض الغثيان وخرج إلى أبيه في جلس إليه وحدثه كعادته ثم ذهب إلى أصحابه فرافقهم إلى حيث كان يذهب معهم في كل يوم عند شاطئ الإبراهيمية يعني هو بدأ يحسي بدأ يحس بأعراض بدأ يحس بطنه واجعاه عنده غثيان لكن هو على الأموم خرج كلم أبوه وفي آخر خرج مع صحابه في هذه الليلة زعم الأهل البيت جميعا أن في أكل الثوم وقاية من الكوليرا قالهم كله إيه كله توم عشان التوم ده بيقوي المناعة ضد الكوليرا وأكل الثوم وأخذ كباره وإخواته وصغارهم بالأكل منه وحاول أن يقنع أبويه بذلك فلم يوفق يعني إخواته أكلوا التوم لكن أبو أمو إيه أبو أمو مكلوش المهم إيه لا يحصل ولكن صيحة غريبة ملأت هذا الجو الهادئ في حد بيصوت في البيت فهب لها القوم جميعا فأما الشيخ وزوجته هيروحوا يروحوا يشوفوا ابنهم وأما الشبان من أهل الدار نفس الكلام هيروحوا يروحوا يشوفوا أخوهم وأما الصبيان فكانوا يجلسون يحكون أعينهم العادة صغيرة لسا بتفتح عينيها مش عارفين إيه اللي بيحصل وكان مصدر هذا كله صوته هذا الفتى وهو يعالج القيء كان صوت الفتى ده وهو بيتقيأ وهو بيستفرغ اللي جواه وكان الفتى قد قضى ساعة أو ساعتين يخرج من الحجرة على أطراف قدميه ويمضي إلى الخلاء اليقيئة مجتهدا ألا يوقظ أحدا يعني بقاله ساعتين كل شوية يطلع من قطه ويطلع بره عشان إيه عشان يتقيأ ويخش تاني من غير إيه من غير ما يصاحي حد مجتهدا ألا يوقظ أحدا حتى إذا بلغت العلة منه أقصاها لم يملك نفسه ولم يستطع أن يقيئ في لطفه بسمع أبواه هذه الحشراجة يعني الكلام ده يعني كان كل شوية بيطلع من الغرفة عشان يتقيأ لكن لما وصل التعب عنده الزروة وصل التعب عنده الزروة وتعب جامد وخلاصه مش قادر ساعة أبوه أمو سمعه ويسمعه صوت غريب كان هو صوت إيه صوت الفتى إذن فقد أصيب الشاب وجد لوباءه طريقه إلى الدار عرفت أم الفتى بأي أبنائها تنزل النازلة عرفوا دلوقتي مين فيهم إيه مين فيهم الاتصاب لقد كان الشيخ في تلك الليلة خليقا بالإعجاب ركز بقى لقد كان الشيخ في تلك الليلة خليقا بالإعجاب أبوه كان ساعتها جدير بالإحترام ليه بقى كان بيعمل إيه كان هادئا رزينا مروعا مع ذلك ولكنه كان يملك نفسه وكان في صوته شيء يدل على أن قلبه مفطور وعلى أنه مع ذلك جلد مستعد لاحتمال النازلة يعني أبوه ساعتها كان هادئ وكان رزين كان ماسك نفسه كان إيه كان متماسك آوى ابنه إلى حجته وأمر بالفصل بينه وبين بقية إخوتي سيتعمل وإيه عمله عزل سيتعمل عزل وعزل الفتدة في أوضل وحده وخرج مسرعا فدع جريني من جيرانه وما هي إلا ساعة حتى عاد ومعه الطبيب أخيرا هجيبه إيه هجيبه الدكتور طبعا أمك بتعمل إيه ساتة أمك بترفع يديها للسماء أم ساتة كانت بتدعي حتى تسمع حشرة القيئي فتسرع إلى ابنها تسنده إلى صدرها وتأخذ رؤساه بين يديها وليسانوها مع ذلك لا يكفوا عن الدعاء والابتهال يعني أمه يأمه بتسعده أمه بتسنده ولم تستطع أن تحول بين الصبياني والشباني وبين المريض يعني إخواته عايزين يشوفوه عايزين يطمنه عليه ساعتها معرفوش إيه معرفوش يعزلوه فملقوا عليه الحجرة وأحاطوا به واجمين كله قاعد يبصوا مش عارف يقول إيه وهو يداعب أمه كلما أمهله القيء يعني كل ما يريح شوية كان يداعب أمه كان بيهزر مع والدته ويعبثوا مع صغار إخوتي حتى إذا جاء الطبيب فوصف ما وصف وأمر بما أمر وانصرف على أن يعود مع الصبح يعني الدكتور كتب لهم الأدوية وقال لهم إيه الصبح هرجع لكم لازمت أمه الفتى حجرة ابنها وجلس الشيخ قريبا من هذه الحجرة واجما لا يدعو ولا يصلي ولا يجيب أحدا من الذين كانوا يتحدثون إليه كله قاعد ساكت ومش عارف يعمل حاجة وأقبل الصبح بعد لأ يعني أقبل الصبح بعد تعب بعد جهد الليل ساعته كان إيه كان طويل جدا وأخذ الفتى يشكو أنما في ساقه الفتى ساعتها بدأ إيه بدأ يشتكي ألم في رجليه وساعتها إيه إخواته هيدلكه رجليها وإخواته هعملوله إيه عاملوا تدليق في رجليه بحيث يخففوا الألم شوية الناس ساعتها بدأت إيه الناس ساعتها بدأت تتلم فأما خارج الدار فكان يزدحموا بالناس يأقبلوا للشيخ يواسونة الجلان إيه الجلان سمعوا الصوت وعرفوا المصيبة وكانوا بيجوا للشيخ عشان يواسوه يهدئهم الروع شوية وأما دخلت دار فكان مزدحما بالنساء الستات كلها الجلان دخلت عشان يواسوه يواسو أم الفتاة وكان الطبيب يتردد بين ساعة وساعة الطبيب كل شاك يروح ويجي وكان الفتا قد طلب أن يبرق إلى أخيه الأزهري في القاهرة يعني الفتاة اللي وقته كان عايز يبعطه برقية لأخوه الأزهري اللي في القاهرة أخوه اللي بيدرس في القاهرة فاكرينه اللي هو ايه الاخ الازهري الفتى الازهري اللي بيدرس في الازهر الفتى ده كان عايز يشوف اخوه الازهري فقالوله بعتوله برقية بسرعة عشان ايه عشان احيه اشوفه قبل ما موت والى عمه في اعلى الاقليم عايز يشوف عمه وعايز يشوف اخوه وكان يطلب الساعة من حين الى حين ينظروا فيها كأنه يتعجلوا الوقت ان كل شي بص في الساعة عايز يستعجلهم فهيالها من ساعة منكرة هذه الساعة الثالثة من الخميس 21 اغسطس 1902 فكده بالضبط انصرف الطبيب من الحجرة يائسا وكان قد اسرق الى رجلين من اقرب اصحاب الشيخ اليه بان الفتى يحتضر الفتى خلاص ايه الفتى خلاص بيموت فاقبل الرجلاني حتى دخل الحجرة على الفتى ومعه امه ظهرت في هذا اليوم الاول مرة في حياتيها امام الرجال يعني دي اول مرة الامة دي تكشف ايه تكشف على الرجال طبعا مع عدد اهل الريف ساعتها ان الست بتلزم بيتها ما بتخرجش خالص ومفيش حد بيشوفها غير ايه غير زوجها الفتى ساعتها كان تعبان وكان يعالج القيء كان لسا ايه كان لسا بيات القيء وصبيونة منزوين في ناحية من هذه الحجرة واجم كئيب دهش يمزق الحزن قلبه تمزيقه كان قاعد في الركن وايه كان سامع كل الالق ده حواليه طبعا ما كانش شايف لكن ايه كان سامع ثم القى نفسه على السرير وعجز عن الحركة واخذ يئنه انينا يخفط من حين الى حين الفتى ساعتها كان ايه كان خلاص بيموت وكان صوت هذا الانين يبعد شيئا فشيئا وان الصبي لا ينسى كل شيء قبل ان ينسى هذه الانة الاخيرة التي ارسلها الفتى نحيلة ضئيلة طويلة ثم سكت يعني الصبي عمره ما ينسى اي عمره ما ينسى اخر صوت طلعه اخوه وهو بيموت في هذه اللحظة نهضت ام الفتى وقد انتهى صبرها وهي جلدها فلم تكت تقف حتى هوت او كادت واسندها الرجلان الفتى ما لكت نفسها يعني الام ساعدة ما كادش قادرة ايه ما كادش قادرة توقف رجليها ما حملتهاش رجليها ما قادرتش تشيلها رجليها مش قادرة ايه تشيلها من شدة الحزن وما هي الا ساعة او بعض ساعة حتى هي الفتى للدفني وخرج الرجال به على اعناقهم فيال القضاء ما كادوا يبلغون به باب الدار حتى كان اول من لقي النعش هذا العم والشيخ الذي كان الفتى يتمهل الموت دقائقة ليراه يعني اول ما طلعوا بيم البيت مين اللي شاف النعش العم اللي هو عم ايه عم الفتى اللي هو الفتى كان عايز يشوفه قبل ايه قبل ما يموت منذ ذلك اليوم استقر الحزن العميق في هذه الدار ساعتها ايه الحزن تغلغل في هذه الدار تغلغل في بيت طا حسين واصبح اظهروا الابتهاج او السرور باي حادث ما الحوادث شيئا ينبغي ان تجنبه والشبان والاطفال ما ينفعش حد يفرح في البيت فاش حد يظهر اي حاجة من الفرحة وساعتها تعوده ايه تعوده اول ما يجي ياكله واول ما يجي يعمله اي حاجة الام لازم تبكي شوية والاب كمان لازم يبكي لازم يبكي شوية منذ ذلك اليوم تعودت هذه الاسرة ان تعبر النيل الى مقر الموتة كل شيئ روح المدافن وكانت من قبل ذلك تعيبوا الذين يزورون الموتة قبل كيكة بالترياء وعالناس بيروح يزوروا ايه المقابر لكن من ساعة اخوه ما مات من ساعتها بدأوا ايه بدأوا يروحوا المقابر طاحسين هعمل ايه لاخوه بقى طاحسين كان عارف ان اخوه كان مأصر في حق ربنا شوية اخو ايه اخوه كان مأصر في حق ربنا شوية ما كانش بيحفظ الكرآن زي اخو ما كانش ايه ما كانش بيصلي والكلام ده عشان كده طاحسين هعمله ايه هيحاول يقرب من ربنا عشان ايه عشان اخوه هيبدأ يتصدق عن اخوه هيبدأ يصلي صلوات لاخوه هيبدأ يصوم عشان أخوه منذ ذلك اليوم تغيرت نفسية صبينا تغيرا تاما إلا حصل به عرف الله حقا عرف الله حقا وحرص على أن يتقرب إليه بكل أنوان التقرب بدأ يقرب من ربنا الصبي بدأ يقرب أكثر من ربنا بالصدقة حينا وبالصلاة حينا آخر وبتلاوة القرآن مرة ثالثة طب ليه الكلام ده ولقد شهد الله ما كان يدفعه إلا ذلك خوف ولا إشفاق ولا إثار للحياة أما الإيه كان بيخليه يعمل كده ولكنه كان يعلم أن أخاه الشاب كان من أبناء المدارس وكان يقصر في إداء وجباته الدينية أخوه كان مأثر شوية فكان الصبي يأتي ما يأتي من ضروب العبادة يريد أن يحط عن أخيه بعض السيئات أخوه كان بيحاول إيه كان بيحاول يحط عنه بعض السيئات بيحاول يديله بعض الحسنات كان أخوه في الثامنة عشرة من عمره وكان الصبي قد سمع ماشيوخ أن الصلاة والصوم فرض على الإنسان متى بلغ الخامسة عشرة لما الإنسان يبلغ سيدة لازم إيه لازم يصلي ولازم يصوم فقدر الصبي في نفسه أن أخاه مدين لله بالصوم والصلاة ثلاثة أعوام كاملة فهو عشان كده إيه هيصوم ويصلي عشان أخوه وفرض الصبي على نفسه لا يصلي ين الخمسة في كل يوم مرتين بدأ من يصلي خمس صلوات هيصلي عشرة خمسة لنفسه وخمسة لأخوه ولا يصومن في السنة شهرين شهرا لنفسي وشهرا لأخيه ولا يكتمن ذلك عن أهلي جميعا ولا يجعلن ذلك عهدا بينه وبين الله خلد علاقة بينه وبين ربنا ولا يطعمن فقيرا أو يتيما مما تصل إليه يده من طعام أو فاكهة قبل أن يأخذ بحظه منها كل شوية يطلع أي صدقة منية أخوه وشهد الله لقد وفي الصبي بهذا العهد أشهرا وما غير سيرته هذه إلا حين ذهب إلى الأزهر يعني أخوه التزم بالعهد لكن هو ما يلنش التزم به لما راح للأزهر بيقول منذ ذلك اليوم عرف الصبي أيضا أي أرقاء الليل يبهو عرف الله حقا وعرف أرقاء الليل عرف الصهر بالليل مش عارف ينام بالليل فكم أنفق سواد الليل كاملا يفكر في أخيه أو يقرأ سورة الإخلاص آلاف المرات كل يوم يعد إيه فكر في أخوه ويقرأ سورة الإخلاص آلاف المرات بنية إيه بنية أخوه ثم يهب ذلك كله لأخيه أو ينظم شعرا عن نحو هذا الشعر الذي كان يقرأه في كتب القصص يذكر فيه حزنه وألمه لفقد أخيه بقى لا يفرغ من قصيدة حتى يصلي في أخيرها على النبي وهبا سواب هذه الصلاة لا أخي يعني كل يوم يفكر فيه بالليل فكان يقرأ سورة الإخلاص آلاف المرات بنية أخوه قل هو والله أحد بنية إيه بنية أخوه وكان يقل فيه كان يقل في شعر زي اللي يقرأه في القصص وفي آخر الشعر كان يعمل إيه بيصلي على رسول الله وعليه صلاة والسلام ومنذ ذلك اليوم عرف الصبي والأحلام المروعة فقد كانت علة أخيه تتمثل ولوه في كل ليلة كل يوم يحلم بكبوس بسبب إيه بسبب أخوه كل يوم يفتكر اليوم الحزين اللي مر به واستمرت الحال وكذلك أعواما ثم تقدمت به السن وعمل فيه الأزهر وعمله يعني طبعا إنشغل إنشغل بالأزهر فأخذت علة أخيه تتمثل ولوه من حين إلى حين كل شوية إيه الأحلام بتقل بتقل مع الوقت وأصبح فتى ورجلا وتقلبت به أطوار الحياة وإنه لعلى ما هو عليه من وفاء لهذا الأخ لكنه لسه لسه وفل أخوه يذكره ويراه فيما يرى النائم مرة في الأسبوع على أقل تقدير يعني مرة في الأسبوع لازم يحلم بأخوه ولقد تعز عن هذا الفتى إخوته وأخواته ونسيه من نسيه من أصحابه وأطرابه يعني طبعا نسك الله نسيته وأخذت ذكراه لا تزور أباه الشيخ إلا لماما يعني طبعا أبو بقى يذكره إليه وطبعا دي طبيعة الدنيا لازم الناس كلها هتنساك ولكن اثنين يذكرانه أبدا فيه اثنين عمرهم أنسيو وسيذكرانه أبدا وسيذكرانه أبدا أول الليل من كل يوم من هم بقى أمه وهذا الصبي يعني طاع حسين وأمه عمرهم أنسيو إيه عمرهم أنسيو الفتى الطبيب لو عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك عشان نقدر نكمل وتنشر المقطع بين صحابك سبحانك اللهم بحمدك نشرده لا إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته